تأمل جماهير فريق نادي الهلال أن يتحرك الرئيس فهد بن نافل نحو إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو غاردام من منصبه وبدأ الهلال المنافسة المنضيالية التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة بفوز كبير على حساب الجزيرة الإماراتي 6 لواحد ثم الخزر مرتين أمام تشيلسي الإنجليزي 1 لسفر في نصف النهائي والأهل المصري 4 لسفر في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث وتولى المدرب البرتغالي ليوناردو غاردام تدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال منذ الأول من يونيو 2021 بعقد يمتد إلى موسم ريادي واحد فقط ولم يتضح بعد موقف مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل من إقالة ليوناردو غاردام حيث ترى عدة وجوه إعلامية أن الهلال منح ليوناردو الثقة مجددا في تدريب الفريق الأول ويرى آخرون أن الهلال ينوي إقالة غاردام بعد موقعة النصر من أجل وضعه ككبش فداء في حالة الهزيمة في ديرب الرياض أما آخرون فيرون أن التوجه الآن في نادي الهلال هو إقالة ليوناردو غاردام بعدما اقتنع المدير التنفيذي فهد انفرج بهذا الأمر موضحا أن ما يتبقى فقط هو الإعلان الرسمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر